اكد اسم الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل اهمية مواصلة تجويد مخرجات التعليم من خلال اطلاق المزيد من البرامج والمبادرات التي تسهم في رفع التحصيل الاكاديمي وتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تمكنه من مواكبة الاحتياجات الدولية والتطورات العالمية وليكون دائما الخيار الاول والامثل في سوق العمل واشار سموه الى ان ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام دائما من جلالة الملك المعظم ومتابعة حتيثة من سموه ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام والاستثمار فيه باعتباره اولوية رئيسية وامانا بدوره المحوري في دعم مختلف مسارات التنمية وتحقيق النجاحات والانجازات في كافة المجالات جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع اليوم حيث جرى السعراض خطة البعثات المعتمدة للدفعة الحادية عشر من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الاكاديمي الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين اذ بلغ عدد البعثات المقدمة للطلب لهذا العام ثلاثة وتمانين بعثة مخصصة للحصول على درجة البكالوريوس كما تم مناقشة مبادرات لجان الوقف التي من شأنها تعزيز دور الوقف في توفير فرص جديدة للتعليم العالي ورفض مسارات عمله والتوسع في برامجه بما يصب في صالح تحسين مخرجات التعليم والسدامته وهن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد جميع الطلبة الحاصلين على بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومتمنا سموه في الوقت ذاته دعم جميع الجهات والمؤسسات لجهود الوقف وتعزيز خطة البعثات الموضوعة عاما تلو الآخر لما يحقق التطلعات والرؤى الطموحة للوقوف والوقف ويسهم في استدامة العملية التعليمية وقال سموه إن توفير المزيد من الفرص التعليمية النوعية لأبناء الوطن غاية تسخر من أجلها كافة الموارد والأمكانيات فبناء الإنسان وتمكينه وتطوير مهاراته عملية دائمة ومستمرة تفتح أفاقا جديدة لاكتساب المعرفة والعلوم ونؤكد بأن استثمارنا فيهم اليوم على دروب العلم والمعرفة سيثمر غدا في ميادين العمل والإنجاز فهم الأساس الذي سيصنع مستقبل المملكة المشرق ومعهم سنواصل تحقيق الطموحات والتطلعات المستقبلية يشار إلى أن أجمالي عدد الطلب الحاصلين على بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري منذ إنشاء الوقف وحتى العام الجاري بلغ ما يقارب خمسمائة طالب وطالبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر